اشتركوا في القناة عنوان هذه النقطة المحافظة على قليل النعمة كما نحافظ على كثيرها النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام دخل إلى داره فشاهد كسرة خبز في الأرض فانحنى صلوات الله وسلامه عليه ليرفعها ثم قبلها ووضاها على عينه ثم أكلها وقال يا عائشة لزوجته أكرمي مجاورة نعم الله فإنها انفرت من قوم قل ما تعود حرام عليك يا أيتها الزوجة أن تلقي ببقايا الطعام في سلات المهملات حرام عليك يا أيتها الزوجة أن تلقي بثوبك التي لم ترتديه إلا مرة أو مرتين أو خمس مرات أو سبعة في سلة المهملات حرام أن يذهب جهد الرجال بهذه الاتجاهات حرام أن تبقى الأضواء فاعلة طيلة الليل ولا حاجة لنا بها حرام أن تبقى المكيفات فاعلة طيلة الليل ولا أحد في هذا البيت حرام أن نترك مياها تقطر في صنابير المياه أو في الأرض دون حاجة لها إن الأمم الراقية اليوم تحاسب نفسها على دقائق الأمور وعلى صغائر الأمور فلماذا ترمى كثير أو كمية لا بأس بها من مقدراتنا المالية في الشوارع وفي الطرقات إذا انتهى العام الدراسي ومشيت في الطرقات شاهدت عفوا أمام الحاويات كتبا ملقاتا ودفاتر ملقاتا وثياب مدارس ملقاتا وحقائب مدرسية ملقاتا ثم إذا بدأ العام القديم الزوج ينبغي عليه أن يشتري حقائب جديدة وثياب مدرسية جديدة ودفاتر جديدة وكتبا جديدة مع أن ولده الثاني سيتناول نفس الكتب إن المحافظة على قليل النعمة هو من أهم العقول الراجحة في الاقتصاد بل الآن هناك في العالم الاقتصادي شيء يسمى إعادة تدوير الأشياء الشيء الذي يتلف وكان الناس يتلفونه ويرمونه الآن يعاد تدويره حتى القمامة يعاد تدويرها حتى مياه الصرف الصحي يعاد تدويرها لماذا أنت أو لماذا أنت تستخفين بنعم أنعم الله بها عليك أو على زوجك قديما قالوا الرجل يجني والمرأة تبني والحق يا أيها الإخوة إذا رأيتم رجلا ناجحا ماليا في حياته الأسرية اعلموا أن زوجته هي التي جعلته ناجحا إذا رأيتم رجلا فاشلا في حياته المالية اعلموا أن زوجته هي التي دفعته نحو هذا الفشل موظفان يعملان بنفس الدائرة وهما من نفس العمر وكانا صاحبين في المدرسة من الصغر وتزوجا في سن متقارب مع بعضهما البعض وبلغا الآن عمر الخمسين من السنوات واحد منهما صار عنده دار وصارت عنده سيارة وأولاده مستوياتهم لا بأس بها الثاني لا زال إلى الآن يشكو من القلة والدين وهو يسكن في بيت للأجرة هذا رزق بزوجة تبني بناء صحيحا فطنة تحافظ على النعم وهذا كانت زوجته سيئة جدا تنفق المال في مكانه المناسب وفي غير مكانه المناسب والقليل مع القليل يصنع كثيرا أحدثكم الآن عن مشروع الفرنك في إحدى القرى التي تحيط بمدينة دمشق قرر أهل القرية أن يبنوا مستشفى لكن أهل القرية فقراء لا مال كثير عندهم تدارسوا في الأمر ماذا نفعل قالوا سنطلق مشروعا اسمه مشروع الفرنك ما هذا المشروع مشروع الفرنك قال والله كلما دخل أحد دائرة من دوائر الحكومة في هذه القرية أو هذه البلدة ينبغي عليه أن يدفع الفرنك يحول إلى صالح المشفى كلما صعد إنسان إلى حافلة عامة إلى باص ينبغي أن نأخذ منه أهل القرية نحن نأخذ منه فرنك لصالح يحول لصالح المشفى خلال سنوات بمشروع الفرنك بنى هؤلاء القوم مشفى إنها مشفى التل الموجودة في ريف مدينة دمشق لقد خرجت مشفى طويلة عريضة تخدم أبناء هذه القرية وأبناء المدينة من وراء هذا الفرنك لا تستصغر قليل النعمة ثم إنني تعرفت على طبيب كريم أنشأ مع أصحابه جمعية هذه الجمعية بنت إلى الآن ست مشافي في بلد من البلاد العربية كيف بنوا هذه المشافي الستة وقد سألته قال لقد بنيناها من طابع سميناه طابع السل هذا الطابع يدفعه أحدنا إذا راجع دائرة من دوائر الدولة أو إذا دفع فاتورة لمكالمات هاتفية في كل شهر والطابع قيمته ليرة سورية أو نصف ليرة سورية أو عشر ليرات سورية وأظن في أكثر حالته هذه العشرة بنيت ست مشافي من هذه الليرة والنصف ليرة أسرة تعرفت عليها وضعوا في دارهم صندوقا حديديا مقفلا وقرر أفراد الأسرة كلما وجد أحدهم في جيبه بضعا من الليرات أو ليرة أو أقل أو أكثر وهو متضايق من وجودها في جيبه أن يأخذ هذه القطعة النقدية ليضعها في هذا الصندوق الأب والأم والأولاد الحق أنهم خلال سنوات عديدة استطاعوا أن يشتروا سيارة من جراء هذا الصندوق المؤلف من نصف ليرة أو ربع ليرة أو ليرة أو ليرتين أو أكثر أو أقل من مبادئ الاقتصاد الناجحة المحافظة على قليل النعمة لذلك كنتم تروا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق الصحن بأصبوعه الشريف صلى الله عليه وسلم وكان يأمر من يأكل من الصحن أن يلعق ما بقي في الصحن أو أن يلعقه غيره ويقول لا يدري أحدكم في أي طعامه البركة لعل البركة في هذه اللقمة التي تركتها تذهب حينا إلى بعض المطاعم لتشاهد أن ناسا من المسلمين يطلبون وجبات للطعام تكفي خمسة وهما إثنان يأكلان ما استطاعا ثم يتركان الباقي العجب أن في بعض الأنظمة أنه لا يجوز الإفادة من هذه الأطعمة فتأخذ هذه الأطعمة وتلقى في سلات المهملات وهذا ما لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي عاقلا على هذه الأرض ولا يرضي أمتان تريد أن تنهض بنفسها إذا أردت أن ترقى بنفسك في مادتك المالية وفي ميزانيتك الأسرية حافظ على قليل النعمة كما تحافظ على كثير النعمة الآن يوجد نقطة مهمة جدا وهي التنفير من الاستدانة هذا أمر مهم جدا يا أيها الزوجات ويا أيها الأزواج والآن نحن بولينا بشيء اسمه بيع التقصيط وشراء التقصيط والناس يستسهلون وكما يقال في العامية يرشون على الموت سكرا يشتري أحدهم مدخوله عشرة ألاف في الشهر يشتري سيارة بخمسمائة ألف يقولون لا بأس أنت ادفع الدفع الأولى بعدين كل شهر تأتينا بمبلغ معين لقد ارتبطت بدين من الآن إلى خمس سنوات قادمات ما حاجتك بسيارة ثمنها خمسمائة ألف ليرة سورية وأنت لا تملك في كل شهر إلا عشرة ألاف أحيانا تجد امرأة موظفة معاشها أربعة ألاف تحمل جهاز موبايل ثمنه 12 ألف ليرة سورية لماذا؟ ما حاجتك أنت بهذا الجهاز الذي تدفعين ثمنه أضعاف مضاعفة من مرتبكي لو اشتريت جهازا أبسط لقضي الأمر تقول لا بأس لقد اشتريته بالتقصيط الإسلام ينفر من الاستدانة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أشتري شيئا ليس عندي ثمنه إن كان ثمن الشيء في جيبي اشتريته إن لم يكن عندي هذا الثمن لا أشتريه يا أيتها الزوجة لا تدفع زوجك باتجاه الاستدانة من البنوك الربوية الاستدانة بالفائدة حرام ومن البنوك الإسلامية الاستدانة مع تراكمات في الأرباح ليست حراما لكنها ترهق زوجك لا تشتروا شيئا ما استطعتم بالتقصيط لا من بنج ربوي ولا من بنج إسلامي لا من قريب ولا من بعيد درب نفسك أن تنفق بمقدار مدخولك بدون دين لا تستدين إلا ما كان ضروريا جدا جدا ومن أسس الحياة وإليكم هذا الحديث الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالة من عليه دين عن محمد بن جحش رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده على جبهته وقال سبحان الله ماذا نزل من التشديد قال محمد فهبنا أن نسأله فلما كان من الغدي لقيته في السوق فقلت يا رسول الله ما التشديد الذي نزال البارح أنت قلت سبحان الله ماذا نزل من التشديد فقال لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل في سبيل الله وعليه دين لم يدخل الجنة الدين خطيرا يا أيها الإخوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء جاءه جبريل فقال إلا الدين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين سارني بها جبريل آنفا إذا درب نفسك ألا تستدين وحدث أن واحدا من الصحابة ردوان الله عليه مات فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام محبوسا عن دخول الجنة فلما كان من اليوم الثاني من الصبيحة قال أين أولاده جاء الشباب فقال لهم هل كان على أبيكم دين قالوا نعم قال إني رأيت أباكم محبوسا عن دخول الجنة صحابي كريم عمل من الصالحات ما الله به عليم قال رأيته محبوسا عن دخول الجنة اقضوا دين أبيكم ذهب الأولاد وقالوا نعم نفعل يا رسول الله ذهب الأولاد ويبدو أنهم انشغلوا فلما كان بعد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا شباب قضيتم دين أبيكم قالوا نسينا قال اقضوا دين أبيكم رأيته محبوسا عن دخول الجنة ذهب الأولاد وقضوا دين أبيهم فلما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قضيتم الدين قالوا نعم قال الآن بردت عليه جلدته هذا في إشارة بأنه كان يعذب أو يحاسب أو يشدد عليه من جراء ديون الناس ما استطعت إذا كنت اقتصاديا تدير اقتصاد بيتك بشكل حسن لا تستدن ما استطعت إلى ذلك سبيلا نتابع حديثا عن ميزانية الأسرة في الحلقة القادمة من الدورة التأهلية للحياة الزوجية فكونوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول الله قد سنى الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل